السلام عليكم دولة شعبية فقيرة جدا وضعيفة لغاية عام 1977 الصين كانت تعتمد على المنتجات الصناعية مثل الأقمشة والخام والفحم والحبوب والقطن واليوم أصبحت الصين دولة صناعية عملاقة تفوقت على أنجلترا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها من الدول العملاقة في مجال الصناعة والاقتصاد أخونا العراقي البروفيسور إلياس جاه عرض من الحكومة الصينية لمساعدتهم في نهضة التنمية الاقتصادية في بلدهم أخونا إلياس رفض العرض عدة مرات بعدين وافق على العرض ووصل إلى الصين الخبير العراقي وضع أربع نقاط أساسية لمشروعه مع الحكومة الصينية أولا العمل من أجل حكومة نظيفة وأمينة ونزيها ثانيا تضييق الفجوة الاقتصادية بين شرق وغرب الصين بتبادل الخبرات المتوفرة ثالثا العمل على تقليل التضخم بالعملة رابعا وأخيرا البروفيسور الخبير العراقي إلياس قام شخصيا بنفسه بتدريب الوزراء على الإدارة والقيادة وتعلم اللغة الإنجليزية عموما خلف هذا التطور والتنمية الاقتصادية الصينية العظيمة هو العراقي العربي لبروفيسور الخبير إلياس ولها الكثير من العمال الخيرية في العراق السلام عليكم